السلام عليكم أهلا وسهلا ومرحبا القصة لقد كان في قصصهم عبرة القصة ماذا نعني بالقصص؟ والقصة في اللغة والقص في اللغة ماذا يعني؟ القص تتبع الأثر قال تعالى فارتد على آثارهما قصصا في سورة الكهف أي يتتبعان آثارهما تتبع والقصة تطلق دائما على الخبر والحال وعلى الحديث ده في اللغة تتبع الأثر طفل اصطلاح القصة اصطلاحا تعني الإخبار عن قضية يلا تعالى بي أحكي لكم حكاية الإخبار عن قضية ذات أثر أو ذات مراحل يتبع بعضها بعضا أو يتتبع بعضها البعض حصل كذا وكذا 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 في مراحل إذن في كلا الأمور هي تتبع الأثر في دلالاتها والإخبار عن قضية حاجة حصلت ومنقول قصص القرآن هو ما ورد في القرآن الكريم من أخبار عن الماضين من الأمم لقد كان في قصصهم عبرة الماضين من الأمم والأنبياء وغيرهم وما ورد فيه من ذكر للحوادث التي وقعت أو الحوادث الواقعة هل يشكك أحد في أن القرآن الكريم أصدق القصص ومن أصدق من الله حديثا من أصدق من الله حديثا لا يمكن الله عز وجل والأصدق حديثا وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص في صورة يوسف وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبان العبرة طيب القصص أنواع في القرآن الكريم في عندنا مجموعة قصص في قصص الأنبياء وكل الأنبياء ورد ذكرهم في القرآن ودعوة دعوة الأنبياء لأقوامهم والمعجزات التي حدست على أيديهم وما جرى لهم مع المؤمنين والكافرين إلا حصل لهم كل نبي حصل إيه مع قومه وحصل إيه مع من خالفه دي قصص الأنبياء معروفة نسمع عنها في قصص تتعلق دائما بحوادث غابرة حدست سواء على مستوى الأفراد أو الطوائف قصة لقمان قصة مريم وما فيها من عبرة وعزة أحداث أحداث حتى قصص أهل الكهف والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها والذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وقصة ذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغيرهم كلها بتتصنف تحت تصنيف اسمه قصص تتعلق بحوادث غابرة لابعندي قصص الأنبياء قصص تتعلق بحوادث غابرة قصص تتحدث عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم زي قصة الإسراء والهجرة وغزوة بادر وغزوة أحد والأحزاب وحنين وتبوك وبني قريصة وبني نظير وزيد بن حارسة وأبي لهب وغير ذلك مما ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إيه الحكمة من تكرار القصص خد بالك إحنا بندرس مدرسنا بآلية معينة وننسى أن القرآن هو الأساس الذي يؤصل للقصة بل أن مفاد القرآن دائما وأبدا هو مظلة التوحيد من ناحية ومظلة التكرار للقصة حتى يعني الناس ويفهموا دلالة هذا يعني مثلا تكرار قصة سيدنا موسى عليه السلام تكرارت كثير في القرآن مع بني إسرائيل مع فرعون قصة نوح وإبراهيم وعيسى وصالح وهود عليه السلام مع أقوامهم تكرارت هذه القصص إذا تأملنا القصص دي قصة سيدنا موسى مع قومه هنلاقي بتتكرر بأساليب متنوعة من حيث الطول والقصر بيذكر بعض جوانب القصة دون الآخر في مشاهد معين طب ليه بتتكرر أولا أهمية القصة لأن التكرار يدل على العناية بها اتنين كثرة الدروس والعبر وتنويعها حسب الحاجة مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد دائما الإجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في تلك السور ما هو مكي وما هو مدني بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص بأساليب مختلفة على ما تقتضيه الحال دون إخلال بموضوع القصة وسياق أحداثها ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض ولهذا تابع قص صيدنا موسى موقفه في مشهد ما يؤتى على ذكر ميلاده وحالة العسر التي كانت تواجهها الأسرة وأمه إذا خفت عليه فألقيه في اليام ومرة أخرى في صورة أخرى يذكر تفاصيل وضعه مع الفرعون وعلاقته مع قومه وتفاصيل رحلته وتنقله ولقاءه بسيدنا شعيب ثم تفاصيل أخرى لقاءه مع بني إسرائيل وقضية أتيه وماذا فعله في سيناء إلى أخره من تفاصيل في النهاية تأصيل الجانب العقائدي وغيرها من هذه الأمور قصص كثيرة جدا وردت وتنوعت وتعددت ولكن العبرة كيف ينجح المعلم في توظيفها وكيف ينجح في لعيبها هل القصص فوائد قصص القرآن نعم الفائدة الأولى والهمة جدا هي تقرير عقيدة التوحيد وعرضها وتثبيتها في النفوس بأسليد مختلفة رقم واحد الأمر الثاني طبعا الأصل في هذا الأمر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الأصل لا إله إلا أنا فاعبدون دا تقرير لعقيدة التوحيد الأمر الثاني والفائدة الثانية تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلوب أتباعه وتقوية عزيمتهم بنصر الله من خلال قصص النبيين أبلوا لشان يعرف إلا حصل وما لقوا من أقوامهم من صدود وأزى وصبرهم حتى جاءهم نصر الله كما قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل في صورة هور إذن تثبيت قلب النبي والصحابة بذكر ما الذي كان قد حدث لقومي وما لاقوه من أتباع الأنبياء السابقين ففي النهاية يعني الأصل أن يسبت هذا القلب فائدة أخرى من فوائد القصص اللي لازم مدرسين يبقوا عرفينها وعلى وعي بيها بيان ما تضمنته القصص من الدروس والعزات لمن وفقه الله سبحانه وتعالى للتأمل والاعتبار كلنا بنحفظ وكلنا بنرتل وكلنا بنقول ولكن من الذي يطعز من الذي يعي العبرة والعزة ولهذا في تعريف التاريخ على فكرة ليس سرد الحقائق والمعلومات وليس تكراريا وإعادتيا وإنما العبرة استفدت إيه من الدرس استفدت إيه منه كمعلم استفدت إيه منه كحاكم استفدت إيه منه كمؤرخ استفدت إيه منه كقارئ استفدت إيه منه كمؤمن لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب في صورة يوسف خلاص رقم أربعة ودي مهمة جدا من فوائد القصص إظهار صدق النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته في الدعوة بما أخبر به عن أحوال الماضين والأمم السابقة التي لا يعلمها إلا الله قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين ده في صورة هوت كلام واضح جدا يعني الأنباء اللي بنوحيها إليك أنت لا كنت تعرفها لنت ولا قومك ولا قريش ولا التابعين ولا أهل المدينة ولا غيره فاصبر إن العاقبة للمتقين في صورة هوت فائدة الخمسة تحذير الكافرين من الاستمرار في الكفر وإقامة الحق عليهم وبخاص أهل الكتاب الذين يعرفون الحق ثم يجحدونه قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم جمر الله عليهم وللكافرين أمثالها في صورة محمد طبعا واضح جدا تحذير الكافرين من الاستمرار على الكفر وإقامة الحجة عليه الفوائد مهمة وكثيرة ولكن في النهاية يجب أن نربط هذا الأمر بقراءة التاريخ وبالوعي بالتاريخ وأن الهدف من التاريخ لا يمكن أبدا أن يكون حفظ معلومات واستعراضها كما نفعل مع الأبناء في مدارسنا وإنما كيف تكون تلك المعلومات أو تلك القصص بمثابة دعم للخطاب الوجداني وللخطاب العقلي وللخطاب الأجائي والمهاري للأبناء هذا ما نتنوله سويا حول القصة كمدخل من مداخل التدريس التي يجب أن تستخدم وبقوة في مراحل التعليم العام وفي مراحل التعليم الجامعي لأن فيها إثارة وفيها تشويق وفيها وعي وما أعظم أن يكون القصص القرآني هو النموذك لنا في حياتنا وفي ممارستنا نلتقي على خير إن شاء الله في أمان الله مع مدخل القصة كأحد المداخل التدريسية التي يجب أن نستعين بها بقوة داخل مدارسنا وداخل روضاتنا وداخل جامعتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته